إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني كل الآيات التي ذكر فيها عيسى ذكر منصرداً سبحان الله والآيات التي ذكر فيها آدم منفرداً إلا آية واحدة جمعت بينهما هي هذه الآية في سورة آل عمان نظم إله يا دكتور سبحان الله الله يجلب الإنسان يقشعر سبحان الله هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من حلقات أنزله بعلمه نلتقي اليوم مع سؤال كما تعودنا في بداية الحلقة نمثل في هذا السؤال الطرف الآخر الذي يحاول التشكيك في القرآن أو السنة النبوية ومحتويا من إعجاز علمي سؤالنا اليوم نوجهه إلى الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث في علوم والباحث في قضايا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نرحب بكم دكتور في هذا القاعد متجدد وجزاكم كل خير يا أهلا بسلام ومراك الله فيك دكتور كما تعودنا نطرح سؤالا تتحملنا فيه فيه من الجدال وفيه من بحيث أن احنا نريد أن نغطي هذه الشبهات نعم نعم صحيح نأتي لقضية اسمها قضية التطور نجد عندما يعني يواجه بعض العلماء سواء على الفضائيات أو في اللقاءات والمؤتمرات وندوات علماء المسلمين ومنهم رموز كبيرة عندما يسأل من بعض الشباب وخاصة من أخذ طريق الإلحاد يسأل عن قضية التطور فتجد ردود يعني عدد كبير من العلماء وردود غير كافية يقول بعضهم هذه نظرية غير صحيحة ويسكن دون دليل أو يقول بعضهم والله هذه النظرية كذبها بعض علماء الغرب اللي جاءوا بعد دارون في نظرية التطور لكن اليوم احنا عايزين نقدم طرحا جديدا يعني يخدم عقل ويشبع فكر المشاهدة الذي شاهدنا اليوم هل هناك دليل حقيقي على نضخض به حجة من يقولون بنظرية أن نشوه التطور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابي أجمعين الحقيقة هناك عشرة ألاف دليل ليس دليل واحد ما شاء الله ولكن للأسف نحن المسلمين لا نبحث نعم لأسف نكتفي بالكلام فقط نعم نظرية التطور وضعها دارون أصلا أصلا ليفسر نشوء الكائنات من دون وجود خالق وهذا أول تناقض وقع به سبحان الله فكيف تعزل الخالق عن المخلوق ثم تبحث عن أسرار نشوء هذا الكائن وأنت يعني أهملت أو تجاهلت وجود الخالق عز وجل هذا خطأ علمي من بداية يعني أنا عندي الآن أي منتج إذا أردت أن أدرس منشأ هذا المنتج سأعود إلى الصانع صح هذه صحيح صحيح هو عكس الأمور فاعتبر أن هذه الكائنات نشأت بالمصادفة ثم ليضفي صيغة علمية على نظريته قال نشأت بالتدرج صحيح خلية أولى ثم تطورت إلى كائن متعدد الخلايا ثم كائن أعقد ثم كائنات أعقد ثم النباتات ثم الأسماك ثم كذا الحشرات ثم كذا حتى وصلنا إلى الإنسان فمزج بين بعض الحقائق يعني هذا التدرج موجود في الخلق نعم الله تعالى يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا هناك نظام صحيح يعني خلق الله ليس عبثا صحيح صحيح فهذا النظام موجود التدرج في الخلق ولكن بقيت هذه النظرية 150 سنة تقريبا يعني هي طرحت في عام 1859 صحيح صحيح فبقيت بحدود أكثر من 100 سنة أو 150 سنة لها هالة مقدسة عندما اكتشف جزيء الـ DNA في أعماق خلايا الكائنات وكشفوا أسرار هذا الجزيء الـ DNA الذي هو فيه خريطة حياة كل كائن وفيه من التعقيدات المذهلة بناء على نظرية التطور التي تقول إن الكائنات نشأت بالتدرج من بعضها توالدت وتكاثرت مرورا بالقرد انتهاءا بالإنسان فإن الأسماك والأخطبوط وغيرها من الكائنات التي نشأت قبل مئات الملايين من السنين أيوة ينبغي أن تكون مخلوقات بسيطة وغبية أيوة بناء على النظرية بناء على النظرية لأن عملية الذكاء تتطور أيضا عند الكائنات صحيح يعني قبل 500 مليون عام الكائنات كانت ليس لديها الذكاء تطور حتى وصلنا إلى الإنسان إلى الإنسان نعم المفاجأة هنا مجلة الطبيعة الأمريكية الشهيرة جدا التي بالنسبة إليها مثل عندما تقول رواه البخاري لا يشك فيها أحد ذات قيمة علمية كبيرة نعم لها مصداقية نعم نشرت بحثة مؤخرا أيوة تقول إن الأخ طبوط الذي عاش قبل مئات الملايين من السنين هو أذكى كائن على وجه الأرض يا الله ضرب نظرية ضرب تناقض صارف سبحان الله نعم يمكن أن نرى إذا أحببت البحث لكي يكون كلامنا موثقة يريد الدكتور حتى يستشهد بالأرقام ويستمت على المشاهد بالحقائق ومجلة الطبيعة موجودة لمن أحب أن يدخل إلى الإنترنت ويكتب يبحث عن الأخ طبوط وذكاء الأخ طبوط وسيخرج بعشرات الأبحاث طبعا هنا جميل يقولون إنه يمتلك مفاتيح الذكاء هذا الكائن الأخ طبوط لديه قدرة أن يتشكل بأشكال عجيبة جدا سبحان الله لديه قدرة على التلون لديه قدرة على بناء المدن في الأعماق الأعماق أعماق البحار نعم يتعاون ويتخاطب ولديه مصالح مع بقية الأخ طبوطات الاكتشاف الذي أكد لهم ذلك أن الخريطة الجينية لهذا الكائن معقدة جدا تكاد تكون أكثر من الخريطة الجينية للإنسان سبحان الله العليل قدير طيب كيف لكائن نشأ قبل مثلا 200 مليون سنة أو أكثر أن يمتلك ذكاء وخريطة جينية وشفرات وراثية معقدة جدا يتفوق فيها في بعض النواحي على الإنسان الذي لم يمضي على وجوده على الأرض إلا أقل من مليون سنة صحيح حسب هم ما يقولون يعني صحيح كلام نعم إذن هذا الأخ طبوط انظر هذه الخريطة الجينية له طبعا يعني ألوان وأشكال يعني تعقيدات هذا البحث أخذ أنفق عليه الملايين ملايين نعم ووجدوا أن هذا الكائن الذي هو الأخ طبوط انظر إلى هذه التركيب يعني هذا الشكل له ثمانية أرجل له أطراف ماصة لديه أساليب في الاستياد والإحتيال يتفوق فيها على الإنسان سبحان الله طيب هذا من أين امتلك هذه الأساليب إذن هذا دليل مادي وعلمي دعا أحد علماء التطور مؤخرا لأن يخرج بحثا سماه الأخ طبوط كائن فضائي هذا ليس من الأرض سبحان الله سبحان الله من كتر مرأة لأن الجينات الوراثية الشيفرة المعلومات البرامج الموجودة في جيناته قال إنه غريب عن الأرض طيب كيف نشأ هذا الكائن وفق التطور كما يقولون من أين جاءت هذه الخريطة الجينية بالمصادفة سبحان الله من أين جاء هذا الذكاء كيف يستطيع أن يغير ألوانه لا يمكن إلا أن نعترف كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى الله عليك دكتور هذه المعلومة وهذه الحقيقة التي أوردها الدكتور يعني تذكرنا بقول الحق تبارك وتعالى الذي أرشدنا أن خلق الإنسان وبدايته كانت آدم عليه السلام قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير صدق الله العظيم أنزله بعلمه لو علم المسلمون قيمة ما في أيديهم من قرآن وسنة ما ذهبوا بعيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي والضلال هنا في الحديث يقصد به لن تضلوا علميا لن تضلوا اجتماعيا لن تضلوا اقتصاديا لن تضلوا نفسيا ودعونا نستكمل مع الباحث الكبير في قضايا الإعجاز العلمي الذي تابعه الملايين من شبابنا في الوطن العربي وخارج الوطن العربي كان سبب بداية الكثير نكمل مع الدكتور عبد الدائم كحيل نرحب بك مرة تانية بارك الله بكم ونظرية التطبيق الحقيقة موضوع نظرية التطور يعني إذا أردنا أن نأتي بالأمثلة لا ننتهي نحتاج إلى برامج وليس برنامج واحد جميل إن شاء الله تكون أجزاء لأن هذه النظرية في كل جزئية فيها تناقض صحيح ولكنها مريحة بالنسبة للملحدين لا يوجد آخرة لا يوجد بعث لا يوجد نشور لا يوجد إله إلا وفق آليات التطور وبالتالي لا يوجد إله نعم ففعل ما شئت نعم لذلك هم يتمسكون بها من هذا المنطلق نعم الحقيقة الله تعالى يعني أنا وجدت في القرآن الكريم إثباتا بالنسبة لمن يعني أنا أخاطب الآن المسلمين الذين يعتقدون بأن النظرية صحيحة جميل جميل الله تعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم أيوة خلقه من تراب ثم قال له كن فيكهق طيب عيسى نحن نعلم أنه ولد من أم من دون أب لماذا قرنه الله بآدم عليه السلام لو أن آدم جاء نتيجة التطور صحيح عن قرد لماذا يقارنه ما وجه الشبه بينهم لا يوجد وجه الشبه أبدا صحيح بينما إذا قرأت القرآن من أول القرآن إلى آخره سوف تجد تناسق كامل أن آدم نزل من السماء صح؟ نعم عيسى رفع وسينزل في آخر الزمان تماثل هناك نزول هنا هنا نعم تمام عيسى عليه السلام الله تعالى خاطب مريم عليه السلام قال فنفخنا فيه من روحنا نعم نعم آدم خاطب الله الملائكة قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخت فيه من روحي ونفخ الله فيه من روحي قال تعالى فنفخنا فيها من روحنا وفي آية أخرى فنفخنا فيه من روحنا سيدنا آدم نفخ الله فيه من روحي أيضا قال عز وجل ونفخت فيه من روحي مقاطب الملائكة جميل تماثل عجيب جدا عندما توجهت للقرآن الكريم وبحثت عن اسم عيسى عليه السلام نعم واسم آدم عليه السلام والله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وجدت أن اسم عيسى ذكر 25 مرة واسم آدم 25 مرة تماثل كامل العدد لو معي الآن برنامجك الكريم نتأكدنا عصب وجود ولكن بعد الحلقة سأعود يعني أنا متأكد طبعا ولكن هذا أمر عجيب تفضل بكم سبحان الله حتى عندما رتبنا الكلمات الـ 25 الآيات التي وردت فيها اسم عيسى عليه السلام الآيات التي وردت فيها اسم آدم وجدنا في ترتيب الآيات مع أن الآيات مختلفة هنا وهنا ولكن هناك آية مشتركة فقط بينهما ما هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني كل الآيات التي ذكر فيها عيسى ذكر منفردا سبحان الله والآيات التي ذكر فيها آدم منفردا إلا آية واحدة جمعت بينهما هي هذه الآية في سورة آل عمران نظم إله يا دكتور سبحان الله الله جلد الإنسان يقشعر سبحان الله فعندما رتبنا هذه الآيات الـ 25 أيوة وقرأناها آية آية آدم 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 25 مرة الآية رقم سبعة ما هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في ترتيب آدم سبحان الله في ترتيب عيسى الآية رقم سبعة إن مثل عيسى عند الله كمثل نفس الآية لا إله يعني هذا لا يمكن لملحد أن يجحده ولا يمكن لبشر وعلى المعنى القرآن فيه مكة ومدني وفي آيات متفرقة ولكن جاء هذا التماثل طب لماذا سبعة لماذا الآية وضعها الله الرقم سبعة ليس ثمانية وليس ستة سؤال جميل لأن اسم آدم ثلاثة أحرف واسم عيسى أربعة المجموع سبعة أي أولا وهو أكبر عبارة مثل عيسى مثل ثلاثة وعيسى أربعة سبعة طيب لو قال مثل آدم أصبح ستة ولكن الله أضاف الكاف كمثل آدم أصبح المجموع سبعة مع العلم أنهم يعربون الكاف زائدة وفي كتاب الله لا يوجد زيادة أو نقصان يقولون لا محل لها من الإعراض نعم نعم ولكنها في الحساب الرقمي لها مكان طيب عبارة كن فيكون كم حرف كن حرفان فيكون خمسة المجموع سبعة عجيب سبب السبعة طيب الآن عدد الآيات التي ذكر فيها آدم قلنا خمسة وعشرين نعم وعيسى خمسة وعشرين لو جمعنا الآيات كم المجموع خمسون آي تسعة وأربعين هناك آية مشتركة آية المشتركة نعم نعم العدد تسعة وأربعين ما علاقته بالعدد سبعة مضاعفات سبعة سبعة في سبعة يا الله لأن الله يريد أن يقول لك انظر أنا رتبت هذا الكتاب ترتيبا محكما على الرقم سبعة لتستيقن أيها الملحد أن منزل هذا القرآن هو خالق السماوات السبعة تبارك وتعالى دكتور أنا كده متفضل زين سؤال لحضرتك يعني من أين تأتيك هذه التجليات والله الذي يعيش مع القرآن يكتشف كل يوم عجائب فقط عيش مع القرآن هل هناك فريق عمل ككوكلات والناس والمعامل وراءك يجمعون هذه المعلومات لا لا والله والله أتكلم هذا الكلام جديا الهام والله إلهي فقط حتى الجهد الذي أبذله قليل جدا لا أبذل جهد كبير سبحانه ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أراد خير الدنيا فعليه بالقرآن نعم سبحان الله يعني طبعا استكمل دكتور فالإنسان ثبت أن لديه مجال كهربائي أو كهرطيسي حول القلب انظر معي سبحان الله أكبر بمئة مرة من المجال المغناطيسي أو الكهربائي للدماغ الله أكبر فقالوا إن القلب هو الذي يسير الدماغ وليس العكس القلب هو الذي يعطي أوامر للدماغ ليعمل لا إلهي لذلك القرآن لم يذكر الدماغ ذكر القلب ماذا قال تعالى؟ سبحانه جل قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم أدمغة أم قلوب قلوب يعقلون بها سبحان الله فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أو أعين يبصرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان الله والحديث عن القلب سبحان الله في الآية الكريمة نعم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها سبحان الله هنا إشارة إلى أهمية العقل في القلب وفي آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها سبحان الله الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تدبر محل القلب القلب نعم القلب ذكر أكثر من مئة مرة في مئة صفة في القرآن العلم الآن فقط في القرن الحادي والعشرين نعم بعد أن كثرت عمليات زراعة القلب أصبح لدينا آلاف العمليات سنويا تجرى نعم وضك عمليات للإنسان نعم تبين أن كل مريض يتم استبدال قلبه بقلب شخص آخر تغفي حديثا أو بحادث أو كذا تحدث لديه تغيرات جذرية عميقة في شخصيته حتى أن جريدة ديلي ميل لبريطانيا عام 2007 أو 2008 جميل بقيت عدة أيام تنشر خبر هزة بريطانيا ما هو دكتور؟ رجل انتحر أيبا فأصعفوه وأخذوا قلبه لأنه مات ولكن القلب يعمل مازا وكان هناك في المشفى رجل طيب عمره ستين سنة ورجل طيب مؤمن يعني نعم فينتظر دوره فوضعوا له هذا القلب جميل فعندما جاء ليشكر زوجة ذلك الرجل قال أنا أعرفك منذ زمن وبدأ يحكي لها قصة فتزوجته هذا الكلام موجود جريدة ديلي ميل بريطانيا استطيع من أحب أن يراجع لك إلى كعادة الملحدين يعني كلما تكلمنا بكلمة يشكك تزوجت هذا الرجل خلال أشهر قليلة حدثت له تغيرات أصبح يعاني من اكتئاب من مشاكل وجد منتحرا في المكان نفسه تقريبا وبالوسيلة نفسها بالمسدس نحر نفسه نفس الطريقة سبحان الله هذه الشيء هزة بريطانيا بقيت جريدة ديلي ميل عدة أيام تنشر حول هذا الموضوع سبحان الله ما هذا القلب هذا العضو العجيب نحن نعتقد أنه الدماغ لذلك أنا أريد من أولئك الذين يقتنعون بنظرية التطور نعم فسروا لنا هذه الظاهرة بناء على التطور لا يجدون لم يجد تفسيرا قلب الإنسان يختلف عن قلب أي كائن آخر يعني إذا درسته من الناحية دماغ الإنسان يختلف عن أي مخلوق آخر عجيب نعم الشفرة الوراثية للإنسان خاصة به فقط ولو أنها متشابهة مع كثير من الكائنات لأن الله كما قلنا يخلق سبحانه خلقا مقدرا سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه هذه الحقائق تضحض نظرية التطور علميا وقرآنيا هذا الكلام يعني يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني مع أن هذا الكلام يضحض كلام هؤلاء المشككين ولكن يحضرني حديث النبي وأن تفسردوا هذه الحقائق يا دكتور عندما قال ألا إن في الجسد مضغى إن صلحت صلح الجسد كله صحيح وإن فسدت فسد الجسد كله وكأن بألفاظ ألا وهي ألا وهي القلب يبقى الألفاظ نفسها إن صلح صلح قد تعني نفسيا إيمانيا جسديا القصة لذكرت هذا لازم تحر كأن القلب الغريب الذي ركب فيه أعطاه مشاعر الفساد والانتحار التي كانت عند صاحب القلب الأول سبحان الله فلا أملك إلا أن أقول اللهم صلي على النبي القادم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسلامه عليك نشكر الدكتور عبد الدائم الكحيل على هذه الكلمات الطيبة على أمل اللقاء بك إن شاء الله في حلقات قادمة أقول أعزائي المشاهدين تذكر أنك من أتباع النبي محمد تذكر أنك من الذين اصطفاهم الله لتكون يعني داعٍ إلى الله تبارك وتعالى بما سمعته اليوم أقم الحج على الخلق وبلغ عني ولو آية كما جاء في الحديث الشريف يقول الله تبارك وتعالى في حق نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بمخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يقرأ كررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا اشتركوا في القناة